اهلا بكم معنا من جديد تتواصل المساعي الإقليمية والأفريقية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بياس سودان وآخرها تعهد رئيس الكينية ويليام روتو بترتيب لقاء يجمع بين الجنرالين المتحاربين فيها البلاد وقالت مصادر بمجلس السيادة السودانية قالت أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لم يوافق على المقترحات الأفريقية بشأن عقد لقاء مع قائد قوات يدعم السريع محمد حمدان داجلو كما دعا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية ليتنمي في شرق أفريقيا الإيجاد لإجراء مفاوضات بوسطة رئيس جنوب السودان سالفاكير وأعلنت إيجاد في قمة عقدتها في جيبوتي أنها ستزيد عدد الدول المكلفة بحل الأزمة حيث تترأس كينيا لجنة ربعية تضم إثيوبيا والصومال وجنوب السودان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديجاريك أفاد بدوره بأن مبعوث الأمين العام فولكير بيرتس يعمل من نيروبي عاصمة كينيا على الملف السوداني وقال المتحدث أن الأمم المتحدة مستمرة في النقاش مع السلطات السودانية حول عدة قضايا وأشار ديجاريك لوجود 42 ألف شخص عليقين في جزيرة توتي بالخرطوم لا يحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى ولفت لوصول مساعدة إنسانية لحوالي مليوني شخص مؤكدا على ضرورة تأمين ممر آمن لتوزيع هذه المساعدة في المقابل حذر وسطاء أمريكيون وسعوديون من وقف جهود الوساطة إذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين في النزاع إذن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع أثرت أسئلة كثيرة ومعقدة بشأن موقف الحركات المسلحة السودانية من الصراع هل أيد الطرفا على حساب آخر وما هي فتورة ذلك أيضا وقعت الحركات المسلحة السودانية فقى سلام جوبا كان ذلك في أكتوبر 2020 من الحرب الدائرة بين الجيش والدعم بعد سنوات من الصراع ضد طرفي النزاع الحالي عندما كان متحدان ضد هذه الحركات إلى الآن اختارت الحركة المسلحة موقف الحياد السلبي في الحرب الدامية ولم تستطع القيام بأي دور فعلي في حماية المدنيين أو حتى المبادرة بإطلاق مشروع للتوسط بين الطرفين ووقف الحرب حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي التي يشغل منصبة حاكم إقليم دارفور اختارت وزعيمها المغادرة إلى إقليمها مع قواتها التي كانت موجودة في الخرطوم فيما انتقل جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ويشغل منصبة وزير المالية إلى مدينة بورتسودان شرق البلاد ولا يعرف أين تقف قواته بينما تم تنصيب مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة بديلا لقائد الدعم محمد حمدان دقلو في الوقت نفسه تم تداول معلومات عن مشاركة أفراد ينتمون لحركة مسلحة في الحرب بين الجيش والدعم لصالح الأخير لكنها معلومات لم يتناولها أطراف الحرب بأنفي أو الإثبات وهذا مكمن الخطر بحسب محللين ففي حال ثبوت مشاركة أطراف منها في الحرب لصالح أي من الطرفين يمكن أن يسهم ذلك في توسيع رقعة المعارك وتغير موازين القوى في أصراع الحياد السلبي للحركات المسلحة يراه محللون بأنها تعلم كلفة الانحياز لطرف فيما تتنقل وسائط التواصل الاجتماعي تغريدات وسجالات تقول أن الحركات المسلحة تنتظر المنتصرة لتناصره حفاظا على مكاسبها وتخشى المغامرة بإعلان انحيازها الذي قد يجعلها تخسر كل شيء في حال هزيمة من تناصره لنقاش الآن حول هذا الملف نرحب مباشرة بضيفين نرحب أولا من الرياض بسيد فتح رحمن يوسف المحلل السياسي والصحفي بجريدة الشرق الأوسط ونرحب أيضا من القاهرة مباشرة بسيد عبد الوهاب عبدالله القيادي بالجبهة الثورية وكبير مفاوضي مسار شرق السودان جوبا أهلا بكما معنا في المشهد الليلة أبدأ معك سيد فتح الرحمن يوسف يعني المبادرات الأفريقية الآن أصبحت تذهب إلى ضرورة دفع البرهان إلى لقاء داقلو مؤخرا كأنه الحل المتبقي الوحيد لماذا برأيك؟ طيب شكرا جزيلا على الاستضافة والتحية لك والتحية لضيفك الكريم القاهرة والتحية للمشاهديكم والعزاء أهلا وسحا أعتقد هذا الحديث يعني غير دقيق لا أعتقد أن البرهان الآن هو أمامه خيار أن يلتقي بحيفتي هذا ليس هو الخيار إنما الخيار هو إما الانتصار وإما يعني انتصار قوات الجيش السوداني على قوات الدعم السريع وهذا في القالب سيحدث وإن تأخرت فترة تأخر أو يعني أن تدامد الحرب إلى شهور قادمة إلا أنه لابد له أن يفعل ما يريد الشعب السوداني الذي يلتف حوله الآن ويناصر مؤسسته العسكرية المؤسسة الوطنية القومية العسكرية جيش السوداني يعني أنت تعتبر أن رفض البرهان هو الخيار الأمثل ولا يجب أن يمتثل لهذه الدعوات الأفريقية لا أنا لا أقصد ذلك أنا أقصد أن أنت تحدثت عن خيار فاحد فقط قلت أنه أمامه خيار أن يلتقي حمدتي ليس هذا هو الخيار ولكن يمكن أن تكون المبادرات التي تنطلق هنا وهناك في أكثر من موقع داخل وخارج القرية الأفريقية وخاصة في مدينة جدة المفادات التي كانت تجري والآن توقفت يمكن أن تستأنف ويمكن أن يكون هناك تواصل مع مبادرات أخرى أو مباحسات يقودها قادة دول الإيقات والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى بعض المنظمات الأممية التي تضاوي تحت الأمم المتحدة يمكن أن تخلق مبادرة يعني ممكن تكون هي خليط من هذه المبادرات كلية وتكون هي مخرج إلى اتفاق قادم نعم أسمح لي بالانتقال إلى سيد عبد الواب عبد الله لو سبحت عذرا على المقاطعة لتعليق أيضا على هذه النقطة بالتحديد والمقترحات التي تريد أن تدفع بالبرهان لقاء أحميتي هل تعتقد أنها مسألة ربما شبه مشتحيلة وغير قابلة للتحقيق؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة 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 والتحية لكل المشاهدين أهلا وسلم وتحية لكم في القناة حقيقة أن السودان جزء من المنظومة الدولية ولا يمكن أن يعيش في معزل عن كل المنظومات الدولية الإغليمية والقارية ودول الأفريقية تحديدا ودول الدوار أيضا تتأثر بما يتأثر به السودان القواسم المشتركة في مهددات الأمن القومي فلا يوجد الآن هو ليس تنالك ضغوب بالمعنى المقصود أو بالمعنى الحقيقي على البرهان حتى أنه يجلس سويا مع حمدتي بمبادرة الإيقاد بدلا لأن الطعف ناتج من ممثلين المبادرة نفسهم أو طراف المبادرة الإيقادة الضعيفة لا تقل على شيء ما عندها وسائل بتعطي ما عندها وسائل بتقدر تنفس بها أغراضة هو المطلوب في ظل الوضع الحالي مراعاة بحالة البلد وما وصل إليه المواطن السوداني المطلوب هو إنهاء الحرب وليست إيقاف الحرب الحرب لن تنتهي بمجرد لغاء ما بين البرهان وحمدتي الحرب أصبحت لها مخلفات كثيرة وجزور وتعامغت فلا يمكن أن تنتهي بلغاء الرجلين مهما كان ولكن هو ربما هذا الدعوات هي لكي تتوقف مسار الهدن التي لم تنجح والوصول إلى حل نهائي وهذه ربما المقترحات الأفريقية ترى أن الحل لا يمكن أن يأتي إلى بلقاء الرجلين ربما يكون هو مفيد ولكن ليست الحل أما كم عدد من الهدنات لم تنجح لعدم وجود آليات قوية من أصحاب مبادرة الهدن نفسهم ومن العبس أنك توقع هدن لأربعة وعشرين ساعة عشان تصل لماذا تريد أن تصل خلال أربعة وعشرين ساعة توقع هدن تحت غطاء تحت مصالة العامل الإنساني أو تحت دوافع وأسباب العمل الإنساني نعم 24 ساعة لا تمكن من ترحيل شيء فعجز الأصحاب المبادرة نفسهم أو عدم وجود آليات واضحة لتنفيذ الهدن أو كمان أسباب واضحة من الهدن هو الأدعي لأضعف الهدن الهدن لم تضعف نفسها بنفسها نعم عذر المقاطع أسمحي بالعودة إلى سيد فتح الرحمن يوسف يعني الدول التي ترعى الوساطة الآن أصبحت تهدد برفع يدها عن جهود الوساطة يعني هنا نتسأل ما الخطوة التي يمكن أن تأتي بعد ذلك طيب شكراً جزيلاً يعني أعتقد الهدنة في جدة يعني هي كانت للمسار الإنساني وليست للحل الأخير أو الانتهاء إلى حل سياسي أو قبل ذلك إيقاف الحرب بشكل نحائي هذا من الأول معروف ومنفهوم وبالتالي المسألة هي ترتبط بمدى نجاح الهدن في المقام الأول من حيث الالتزامات التي تم التوقيع عليها وهي الالتزام من قبل الجيش التزام قبل الجيش وقبل قوات الدعم السريع تأمين الممرات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومن قبل قوات الدعم السريع كان مطالب منها من الشروط أن تنسحب من المستشفيات التي جعلتها سكانات عسكرية وأن تنسحب من مساكن المواطنين التي احتلت أكثر من 48 بيت في الخرطوم وكذلك دمرت كثير من البناء التحتية ودمرت كثير من الجامعات وبراكز البحوث وعاست في الأرض فسادا ما لم تلتزم قوات الدعم السريع بالانسحاب من كل هذه المرافق الحيوية والمهمة حتى تجد هذه المساعدات طريقها إلى النفات وإلى الوصول إلى مستحقها بالإضافة إلى أن تكون هناك فرصة للمواطنين أن يتنفسوا وأن يسعوا في العرض ليجدوا ما يسد رمغهم ويأملوا على بيوتهم وأعراضهم التي انتهكت للأسف الشديد من قبل قوات الدعم السريع ما لم تلتزم قوات الدعم السريع بهذه الشروط لن تكون هناك عبدا اتفاقية يتم الحديث عنها بأنها ستكون هي فعلا اتفاقية لإنهاء الحرب بل حد تنتهي إذا التزمت قوات الدعم السريع بتنفيذ هذه الشروط الملحة جدا يعني هي ليست قابلة للمساومة وهذا شعر مهم جدا سمعت من وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل تحدثت عن الهدنة بأنها غير كافية وتتحدث عن أنه لابد من تطوير هذه الهدنة وإدخال أطراف أخرى في هذه العملية القادمة وبحث آليات أخرى يعني بالفعل الآليات التي تم طرحها في الهدنة التي تم يعني تنفيذها في السابق هي المراقبة الإلكترونية التي لم تكن كافية لمراقبة انتهاكات قوات الدعم السريع نعم بسمح لي بالعودة إلى سيد عبدوهاب عبدالله عذرا على المقاطعة يعني سننتقل ربما إلى زاوية أخرى وهناك تساؤلات حول دور الحركات المسلحة في السودان حاليا أو بالأحرى لماذا هي تقف حاليا في الحياد السلبي بدءا يجب تصيح المفهوم ليست هناك حياد سلبي أو حياد إيجابي الحركات المسلحة وأعني هنا جزء منها ما يقص أنه هو في كتلة ديمقراطية أو في تحالف نحامة الحركات المسلحة هي لم تقف هي أكدت على مبدأ أساسي وهو مبدأ إنهاء الحرب وهي ضاقت مرارات الحروب لأكثر من بضعة وعشرين عاما وبتعرف مأساة الحروب نادت الطرفين قبل اندلاع الحرب بوساطات عدة توسطوا وذهبوا إلى جميع أطراف النزاع الحالية وأكدوا لهم على مساوي هذه الحرب وطلبوا منهم العمل على عدم وصول المرحلة لما وصلت إليه حاليا ولكن حاليا في هذا الصراع والاقتتال الدائر حاليا أي دور يمكن أن تقوم به هذه الحركات ما الذي يمكن أن ننتظره منها؟ الذي ينتظر منها الحركات هي أكد جزء من المنظومة السودانية ما زالت تبحث عن الحلول ما يخصنا حركات الكناتة الكبرى حركة منناوي والعد والمساواة والغايد عقار هي الحركات الثلاثة الكبرى الآن هي شريك أساسي في أي دور يأتي لمراغبة الهدنة ولمراغبة وقف إطلاق النار والحركات رفضت الاستفاق ولكن هي مهتمة جدا بأمن الوطن والمواطن ولا تقبل المساس به يعني هي ترفض أن تحسب على طرف دون آخر؟ ليست بالمعنى أن تحسب هي أيضا هي طرف أصيل هي بنفسها طرف أصيل أيضا الحداية ليست تحسب أو لا تحسب حول هذه النقطة اسمح لي بالعودة إلى سيد فتح الرحمن يوسف هذه الحركات المسلحة برأيك ألا يمكن أن تشكل قوة ضغط في هذا الصراع دائر حاليا يعني الدفع نحو الحل طبعا هنا نتحدث في هذا السياق للأسف الشديد يعني القوات التي تلي الحركات المسلحة والتي وقعت سلام جبا قبل أعوام قليلة كما نطبها أن تقوم بدور إيجابي وليست حياد يعني عندما جرب من ناوي في بداية الأمر الحياد وجد نفسه سيكون بين سنتان المعركة التي ستنتلح في إقليم درفور يعني سيكون ضحيته شعبي درفور وستدخل المنطقة في حرب أهلية وتتطور الأمور وبتالي انسحب من الخرطوم وراحل إلى درفور وإن كان هذا المشهد يعني معلوم أنه في نهاية الأمر عندما اندلعت المعارك ما بين قوات الدعم السريع المدعومة من قبائل محددة ومعروفة جدا وعاست في المنطقة فساد في الجنين وفي الفاشر وفي كتم وفي مواقع أخرى يعني وأنحكت المواطن وأيضا سلبت ممتلكات الناس ودمبرت البنى التحدي المستشفيات ومات بسببها المصابين بالفاشر الكروي في عدة ملاطق كان موقفه هنا معلن قال في هذه الحالة لن أكون محايد يعني من ناوي في هذا الموقف تحديدا قال لن يكون محايد إذا تعرض المواطنين إلى الضرط والنهب والقتل نشكرك جزيلا شكر على مشاركتك معنا في هذا النقاش نعم عذرا على انتهاء وقت المقابلة أشكرك جزيلا شكر على مشاركتك معنا في نقاش من الرياض سيد فتح الرحمن يوسف المحلل السياسي والصحفي بجريدة الشرق الأوسط وأشكر جزيلا شكر أيضا من القاهرة سيد عبد الوهاب عبدالله القيادي بالجبهة الثورية وكبير مفاودي مسار شرق السودان جوبا شكرا جزيلا لكم موسيقى موسيقى